لكن انا لما بشوف هنا بقراب طريقة مختلفة يعني احنا عندنا 51 مليون 985 ألف تحت سن 25 سنة 51 مليون مصري و 850 ألف يعني قرابة 52 مليون تحت سن 24 سنة جيل تاني خالص هل عارفين نتناقش معاه بلغة هو هل نعارفين نتناقش معاه برؤيته بفكرته بثقافته بعصره بعالمه بالمناسبة الجيل ده هرجع تاني وأقول الجيل ده هو اللي اصطادوا الجامعات الإسلامية الجيل ده هو اللي اشتغل عليه الإخوان الجيل ده اللي تحت 24 سنة اللي كانوا بعملونهم معسكرات وتدريق صيفية واللي بيجندوهم في الجوامع ويجندوهم في المدارس والجامعات والأندية هو ده جيل وده الجيل اللي بيطلع منه الإرهابيين بالمناسبة مش هتلاقي انت في أجل الإرهابيين كله في الناشئة كده في السن ده تحت 25 سنة وده اللي بيشتغلوا عليه بقوة وده اللي بيضمروا لك المستقبل مش بيكلموا مش بيكلموا عن الحاضر هل إحنا وإحنا بنعمل خططنا فاهمين إن إحنا عندنا 52 مليون تحت 24 سنة عارفين عايزين منهم إيه بنخطبهم إزاي لأن أسوأ شيء بنفعله مع هذا السن إن إحنا بنشتغل عليه بالسلطة الأبوية انتو مش عارفين حاجة انتو مش فاهمين حاجة انتو مش عارفكم إنتو إحنا كنا زمان إيه والسلطة الأبوية دي بقى من الأسرة والعائلة ومن الحكومة والدولة والحكم كله سلطة أبوية فالشغالين دولة شوية عيال وإحنا المفروض نربيهم دولة شوية عيال وإحنا المفروض نعلمهم لا ده يعني دي طريقة ومنهج يعني ولو إحنا درسنا لو فيه عندنا قلم اجتماع سياسي حقيقي يعني ولو عندنا مؤسسات بتدرس الواقع الجيل ده جيل غاضب اللي تحت 24 سنة وأنا بقول لأمانة لوطني هذا جيل غاضب وجيل محتج وجيل عصبي وجيل وقح وقح في التعبير عن رأيه يعني عن نفسه وجيل متعجل وجيل علاقته بالتكنولوجيا فائقة القدرة وعنده تمرد اللي هو لقب سنه اللي هو لقب عصره لو إحنا ما فهمناش كل ده وعدنا نشتغل على أبو أديمه وعدنا نشتغل عنه إحنا يعني المفروض نعمل لهم تدريب عسكري في الصيف في الجامعة أو في المدارس علشان نعلمهم من الالتزام ده دي أفكار قديمة جدا أو نحلق لهم على طريق نحلق لوضع عشان مطاول شعره فكده ربناه هذا أمر يدفعنا دفعا إلى تكرار أخطأنا موسيقى